اذا اليوم كنت تكلموا على صعوبات التعلم الاكيد من لك تسمعوا صعوبات التعلم تبغيوا تعرفوا شنو هاد الصعوبات شنو هاد العلامات ديالها غادي نرجعوا مع ضيفنا اليوم سي محمد الهاشمي كان ذكر إطار تربوي وايضا استشاري أسري اذا سي الهاشمي ابرز الصعوبات اليوم ديال التعلم وايضا كيفية التعامل معها كما قلنا كينجوجد العنوع ديال الصعوبات التعلم كين نعم كان صعوبة التعلم النمائية وصعوبة التعلم الأكاديمي الأغوبية كنهضرو باعمل صعوبة التعلم الأكاديمي كانت صعوبة traveler تحديثنا على صعوبة صعوبة في الحساب والفتعامل مع الأرقام التي نسميها وكان لدينا صعوبة في الكتابة التي هي الديسغرافية وصعوبة في الإملاء التي هي الديسورتغرافية وكان لدينا صعوبة لتنسيق بين الأشياء تعطينا فكرة على كل الصعوبة؟ ما هي أبرز العلامات؟ هم يكونوا مخلطين مع بغياتهم وكما قلنا القبيلة تشتل الانتباه الناتج مع أو بدون فرط حركة قدر يكون مع فرط حركة وقدر يكون بدون فرط حركة هؤلاء كلهم كما قلنا يكون هذا عادي يعني الوليدة كنشوفها ودكي ولكن يلقى مشكلة في مادة معينة مثلا إما يلقى مشكلة في القراءة يخلطنا بالحروف ينقذ بعض الحروف ينقذ بعض الكلمات ينقذ بعض الكلمات ينقذ بعض السطر يعني هذا مثلا في التعامل مع الحساب أو تتعامل مع الحساب يعني لا يستطيع العمل يعني لا يعرف ش يحسب وكما نعلمه مرارا وانتكرارا لا يستطيع العمل طبعا أنت أكدو بأنه عارف يعني في مرحلة ما تلقى الحساب الطريقة الصحيحة يدي مشكلة لإخدامها من صغر مثلا يكون عنده ذكاء عادي يكون نحيده من جانب المراضي ما يكونش عنده مثلا فقرة في الدم ما يكونش عنده نقص في شي فيتامين ما يكونش عنده مثلا مشكل في العضو يعني في البصار في الأدنين عاد أنه تلقى هذا التعلم بشكل جيد كل مرحلة تلقى فيها جميع المهارات أو التعلمات المهارات المكتسبة بشكل جيد ورغم ذلك هذا الولد صعب للتعلم هنا نقدر نشكو كما قلنا نشكو في أنه عنده صعوبة تعلم ونمشيه عند أخصائي صعوبة تعلم ولا يقدر يقول لنا ما عنده صعوبة تعلم أو لا بالنسبة للإملاء أيضا كنت سمعوا صعوبات الإملاء مثلا مثلا يقلب الحرف في الكتابة يعني إنتمي من إسابة الإسمان وإنها صعوبة تعلم ممشي بلا كان أخصائي أو ميزة ممشي بلا أخصائية وإنها صعوبة تعلم ولا أ Jia وهي الصعوبة تنسيق بين الأشياء كيف يمكنك التنسيخ بين الأشياء؟ هل أنت لا؟ مثلا كما قلنا كان يعلمهم جيدا أنه يربط مثلا غير السير لا يستطيع شربته أو لا يستطيع شربته أو لا يعطيه خيط لا يستطيع أن يدخل واحدة في واحدة لا يستطيع أن ينسق بيناتهم هذا من جهة كما قلنا صعوبة في الكتابة تدخل في الحروف أو تدخل في الحروف أو تدخل في الحروف أو تدخل في الحروف أو تشارك الكلمة كلمة واحدة كلمة واحدة بعد ملاحظة أو بعد هذه العلامات ما هي النصيحة التي نعطيه الأسر اليوم التي يستمع لنا؟ أول حاجة نحاول سمعوا ديسليكسي نعتفضوا بها حتى نرى المختصين تشخيص ونرى مع الناس ونخبروش لوليدات إذا خبرناه يقول لك صافي أنا كل شيء عارف عندي هذه المشكلة لا يتعاون معنا لا يتعاون معنا العلاج يعني تستقبلها ويرتاح لا يوجد شيء مجهود هذا كل شيء عارف عندي لدينا خدمة دور من دير المشكلة أول شيء نتفهموا الولد بأنه عنده مشكلة باش ما نزيروش عليه هو عنده مشكلة كما نقول للآباء والأمهات نكون أنا وولدي على المشكلة ماشي أنا والمشكلة على ولدي يعني هو مسكين ضيج عنده مشكلة عنده واحد نحن نفهم لا أستاذه فهموا بشكل جيد بشكل جيد الأصحاب فهمينه بشكل جيد ونزيد حتى أنا يعني ما نخبروش الوليدات بصعوبات اللي عندهم ونخبروش بها ولكن نحن نغادين في العلاج بدون أن نسميه من العسن بشي يتعاون معنا بشي يتعاون معنا فقط أننا نتعاملوا معنا بشكل جيد وثاني حاجة أننا نلقى الشخص المناسب اللي سيعاوننا في هذه المسألة كين مختصين في مجال صعوبات التعلم كين متخصصين قلال ولكن كينة شكرا سيلها شامي شكرا على هذا النصائح اليوم أبرز علامات صعوبات التعلم وأيضا كيفية التعامل معها وزيارة المختصين طبعا اللي تشخصه وشفيا كين صعوبات أو لا وكيفية التعامل مع هذه الصعوبات